بولاية تسكيك تمكنت مصالح الأمن بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من حدث أكثر من 34 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية وبعد تفكيك شبكة إجرامية وطنية تتكون من خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية ترحو عمرهم بين 32 و63 سنة يتقدمهم سيدلية تفاصيل أكثر في ميكروفون محمد حمد مكنت الوحدات الميدانية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تسكيك دا على غرار فرقة البحث والتدخل وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين وعلى يتر عملية نوعية معالجة باحترافية من حجز كمية معتبرة من الأقراص ذات الخصائص المؤثرة عقليا بعدد 34.530 كابسولة تم ضبطها بحوزة شبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني ممونها صيدلي بمدينة سكيك دا كان موضوع تحريات ورقابة دائمة ومستمرة من قبل مصالحه ترجمة نانسي قنقر